اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولم يكن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يشير إذا تكلم عن السفات فإنه حدث أمته أنه ينزل إلى السماء الدنيا رب عز وجل فيقول لمن يدعوني فأستجيب له ينزل في آخر الليل في ثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له وهل الرسول عليه الصلاة قدم رجله ليرى الناس كيف ينزلوا أبدا وقال إنه يأتي للفصل بين عباده ومقيامه ولم يقول للناس يقول هكذا وهكذا وكذلك استوى الله على العرش ولم يقل كاستوى على السرير أو يحاول أن يقلد ولا شك أن الذي يحدث العامة ثم يشير يده إلى معنى الصفة لا شك أنه سوف يجعل في قلوب العامة التمثيل أي سيمتقلون من المعنى إلى التمثيل لأن العامة لا يفر ولا يفر فنقول لمن أراد أن يبين أو أن يبلغ عن الله ورسوله ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء واستفاد نقول لك فيك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه قد يولد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قوله تعالى أن الله كان سميعا بصيرا جعل أصبعه على عينه والثاني على أذنه فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان تحقيق هذه الصفة ثم إنه يحدث قوما عندهم فهم وعندهم وعي أما العامة ولا سيمة وقتنا هذا فإنهم لو حدثوا بوصف كل صفات صفة الله تعالى بالفعل لكان لبعضهم فتنة وقد قال ابن عبد المسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فإذا أورد علينا شخص مثل هذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والبصر أو في قبض السماوات يوم القيامة فإن نقول لهم لكل مقام مقال ثم إننا نقتصر على ما جعل به نص فقط ولا نشير في شيء آخر لأنه لم يجبه نص